عايز اقولكو تحقق التوقعات انا وانا قاعد بتكلم مع الكباتن يوم الخميس وقدمتهم لحضراتكم واحنا هناك وتوقعاتهم ايه عايز اقولكم اربعين نجم اربعين نجم من نجوم الجيل الدهبي اللي سواء كلهم كانوا منتخب مصر كلهم بالكامل وكلهم اسماء ايه من العتاولة بتوع كرة القدم واجتمعهم يمكن لاول مظهر اربعين دول يجتمعهم مع بعض في مكان واحد انتم متخيلين وعملين فرق بتتحدى بعض بكل الحب وبكل الود وهم توقعوا ان فريق حسام غالي هو قد يكون الاقوى لان هو بيقولك ايه قالك دول صغار السن شوية اصغر مننا جيل بعد مننا على طول وبالتالي ممكن يكونوا اكتر قدرة على التحمل والهجوم وغيره وغيره بالفعل حسام غالي الفريق بتاعه وصل الى النهائي وقدامه فريق محمد فضل بينما بتتلعب وانا بكلم حضراتكم دلوقتي احمد حسن وحزم امام الفريقين دول بيلعبوا على التالت والرابع والنهاردة ايضا اقيمت التيكبول التيكبول اللي انا قدمتها لكم برضو يوم الخميس وكنت موجود في الملعب النهائي بتاعها اتلعب من الساعة الخامسة مساء كانت النهائيات من خمسة لغاية سبعة وبعد كده لحد دخل كرة القدم بتاعتنا بين الفرق المختلف فعايز اقول لكم مش هي دي بس الانشطة التي ستقام الرياضية ده انتوا هتبصت لهم مباريات مختلفة ومتتالية داخل بعد كده الفوليبول الترياثالون وداخل بعد كده مجموعة اخرى الجودو حيكون موجود في الفترة القادمة البطولة العربية الفوليبول حتكون بطولة دولية حتخش نتفرج بعد كده على البطولات او الالعاب المائية باختلافاتها في مهرجان العالمية التنوع في الانشطة اللي بيقدمها هذا المهرجان حاجة من اروع ما يمكن ومن اجمل ما يمكن